أفد مراسل العربية في الجزائر بسقوط عدد من الجرح بينهم نائب في البرلمان بعدما قمعت الشرطة تظاهرة كانت تتهيأ للاحتجاج على ارتفاع الأسعار في البلاد كما منعت قوات الأمن التجمهرة وشددت من إجراءاتها الأمنية في العاصمة محتجون من مختلف مدن البلاد توجهوا إلى العاصمة استعدادا للتظاهر بدعوة من حزب التجمع من أجل الثقافة وديمقراطية المعارض يذكر أن تظاهرة تعريم خرجت في العاصمة ومدن جزائرية أخرى خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري تخللتها أعمال عنف وشغب ونهب سقط فيها قتلى ومئات الجرحة اتخذت بعدها الحكومة إجراءات بخفض الأسعار